مرة أخرى تسريبات تكشف عن مواصلة واشنطن دعمها العسكري لإسرائيل بلا توقف منذ بداية عدوانها على غزة هذا ما أفصح عنه مسؤولان أمريكيان لرويترز المسؤولان قال إنهما اطلع على قائمة محدثة لشحنات أسلحة أرسلتها إدارة جو بايدن لتل أبيب ما بين السابع من أكتوبر والأيام القليلة الماضية وتشمل ما لا يقل عن أربعة عشر ألف قنبلة أمكي أربع وثمانون تزين ألفين رطل وستة آلاف وخمسمائة قنبلة تزين خمسمائة رطل ونحو ثلاثة آلاف صاروخ هيلفاير دقيق التوجيه إضافة إلى ألف قنبلة خارقة للتحصينات وألفين وستمائة قنبلة صغيرة القطر تسقط جوا ودخائر أخرى المسؤولان الأمريكيين أكد وإن لم يحدد جدولاً زمنياً لشحنات الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل أن الأرقام الإجمالية تشير إلى عدم وجود خفاض كبير في الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب وخلافاً لتصريحات البيت الأبيض بشأن تعليق شحنة من القنابل القوية لإسرائيل استناداً إلى مخاوف بشأن التأثير الذي قد تحدثه في المناطق المكتظة بالسكان في غزة كرر مستشار الأمن القوم الأمريكي جيك سوليفان التزام الرئيس الأمريكي بضمان حصول إسرائيل على ما تحتاجه من عتاد عسكري القنابل الأمريكية التي أسقطها جيش الاحتلال على المدنيين في غزة والتي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا تهدد من تبقى على قيد الحياة في القطاع لما خلفته من أضرار فادحة في البيئة يتطلب تطهيرها سنوات طويلة